مرحبا بنا عندكم يا ناس الخير كيل عادة معاكم الشاف آمين في قناة النهار تي فيديو من مساعة 3-3 ساعة الرابعة نعملو معاكم وصفات شابين هايلين وما يكلفوكمش كتير رح نخدمو معاكم وصفات فيهم البنا رح نخدمو معاكم الوصفة الاولى واللي هي مقلة البادنجال رح نخدمو معاكم مقلة البادنجال المشوية رح فيها كلش مشوي من البصل من البادنجال الطوماتيش وحتى التوم رح ينشوفوا سيتون قريطة ريبان الولايسات اللي ننصحكم انكم تستعملوها رح ينخدموا الوصفة التانية نبقوا دايما نظوروا مع البادنجال لكن هاد الاختراح ينخدموه في الباستا رح ينخدمو بصلصة اللحم المفروم بتاع الدجاج بالبادنجال والباستا هاي لا ما شاء الله البادنجال يكون مقلي وباللحمة تاعه يعني بالقشرة تاعه رح ينخدمو معاكم الوصفة التالية واللي هو بيدينج اوبوم 30 يعني كيمبوك فهمكم علش قولوه 30 سيان بيدينج بصح يجي 30 وباك نفهمكم اللاتيكنيك علش يجي 30 نروحوا المقادير على بركات الله باش تخدموه اول وصفة واللي هي البادنجال مقلة البادنجال مشوي دونك رح ينعدنا ستة سبع حبات بدنجال شوي وهم نحيولهم لابوتاحهم عدنا زوج حبات طماطيش مشويين ايضا عدنا حبابصل مشوية عدنا ايضا ستة ولا سبعة سنينات انتعتهم مشويين عدنا تلت حبات ولا دلجاج عدنا شوية طاحينة حوالي زوج ملاعق تاع طاحينة شوية سيترون وزيت الزيتون بيانشير بكود معدنوس بزاف المعدنوس كتلو وما تخافوش نروحوا الى الوصفة التانية واللي هي الباستا عندكم امباكي تعليبات سوسيمين لنغلوهم تسعة دقائق حتى تقدروا تروحوا حتى الحداشين دقيقة انتوما ووش راكم حابين لا كويسونة كم حابينها على ضون الالدنتي ولا كروكونت ولا يعني نقولوا حنايا تنكاسر في الدرس دونك تخدموها بتسعة دقائق يقول لحبيتوها بيان كويت تروحوا حداشين دقيقة مادي باسي وش لازم حداشين دقيقة لانه لدي باسي تحداشين دقيقة الباستا راحت فيها عدنا خمس حبات او ربعه حبات يكونوا كبار لخمس حبات متوسطة امبتي دي هاكذا تاع البدنجل اللي اقليناه عدنا تلت حبات انتاع طماطم مرحية خمسمائة غرام انتاع اللحم المفرو متاع الدجاج عدنا انكوير اسوب انتاع الطماطيش تاع البواطا وعدنا دو بياس دو موزاريلا في الماء التحاكي ما راكم تشوفوا هاكذا راحو ايضا بيانسير التنكيه تاحا راح يكون ملح فلفل لكحل والرند نكترولو الرند وشوية زعيطرة راحو الى الوصفة التالية اللي راح نبدو بيها واللي هي بودينج دو بوم طوك علش قولنا البودينج دو بوم فايتي لانا لي بوم شوفوا كيف شقطعناهم ميديمتر شوفوا كيف شرهم هاكذا من كي ما قولو حنا يا مم مم فليكسيب دو راحو نقطعوهم دولهم شوية قارس بيهم بلابوت تاحهم بتنحولهم شو القشرات تاحهم نخليوهم مكدا وراحو نخدمو بيهم بيديغ نكترولو خمسة ستاحبات متاع اللي بوم في مولامونكي 24 سنتيمتر 24 سنتيمتر دو عندكم خمسة ستاحبات هاكذا تاحلا بوم يكونوش كبار بزاف دو بريفيرانس الخضراء اي لاغ جولدن دو تقطعوها على شكل ضوائر ياربي ان دمي ميلي متر لباسر تاحا شوفوا كيف شرهم هاكذا دو عندكم تحطو لهم القارس تخليها دو عندكم انزز دو سيطران كبير عندكم ميتين غرام منتاع الزبدة ميتين غرام تاع الحالي بكين قولو ميتين غرام الكاس تاع الكيلة للجزيريين والعجايز تاعوا عنا ربي يحفظهم قا عندهم الكاس باروك هذا هو ميتين غرام دو عندنا كيلة تحليب كيلة تاع زبدة زبدة ما تكون دايبة سح تكون طرية دو تخرجوها على البكري من الفريقو وعندنا ايضا زوج كيلة تنتاع الفارينا كيلة تاع السكر وربعة حبات ولاد الجاج الفانيلا ثم الفانيلا بوقو نازز دو سيطران اوسي هادو هما اللي راحين نخدمو بهم هادلو قاتو قاتو طرية رابيد يجوك الدياف معنا باكتوش حدير تارميوه في الفرن بليباراسيون تاعو حوالي خمس دقائق اقلس دقائق والطهي تاعو مدة أربع ساعة إلى تمنتاشين دقيقة وقران ماكسيموم نبدأو أول شي نخدمو به واللي هو نجيبو الزبدة تاعنا اول شي تكون قتلكم غامولي تكون لبارتاعكم يكون غامولي بهذا الشكل هادا نفتحو فيه بهذا الكيفية هادي نجيبو مباشرة الكيلة تاع السكر تاعنا نحطوها معه ونزيدو الفانيلا تبعو مليح ونزيدو لزاست دو سيطران هالا زاست دو سيطران كم تشوفو حطيت بكمية هائلة يعني حكمت ان بان يعني ان بان سيطران يكون كبير شوية وخدمتو تبدو تفتحو فيها بلاعقل حتى يدخل يعني المقادير تاوعنا قاعد تدخل مع بعضها وتشوفو بليك السكر يلا شوفوا لبار ويولي اون بات مول بهذا الشكل هادا تبعو مليح شوفو كيشان ينخدم فيها بهذا الكيفية هادية غير تبدو تشوفو بليك كل شي يدخل مع بعضها وبدأ يعني يولير طب تاخدو ديلكتورمو فويت وتجوا تكمله تخدموا بالفويت فراسي يعني تكونوا تخدموا مليح بسيطة مع درجة حرارة الغرفة ستتوتون لكانت البرودة اذا المبتغة من هذا الوسمو السمحوا لي العديرة المبتغة من هذا ال سوف ندوب السكر مع الزبدة الزبدة قدمة الدوب قدمة مليح نبدأ ونخدمه فيها بهذا الشكل فترة فايي رابيد من الخليط بهذا الشكل حتى يولي لكم اوموجان وطبياد يعني تولي لكل ارتحات تبدل علش لانه السكر كيدو بيتلق حرارة وراح يعني كما نقولوا حنايا يطيب شوية لبغ تاعنا رايك رايحة تتبدل كمبلتمن لتيكستور نتاع هاد لاباري تاعنا مباشرة غير تشوفوا بلي كبدات الدوب الوسمو تعكم داب توشتاخدوا ولد الجاج هاكدار ربعة أحبات بسم الله هالله بهاد الشكل نحطوهم هنا نحتاجوا أربعة حبات متاع ولاد الجاج هالله يون دي بارس او مامطن هنا كم تشوفوا لقاتو هدايا ما فيهش الخمارة كما نقولوا حنايا هالله ونحطو لزوتا وعنا ونبدأو نباتيو دون مانيار وين قاع الوسمو التاعنا يدخل مع بعضه هالله ونبدأو نباتيو بهذا الشكل هاده حتى توليلي انا باري ولا تكستور مليحة دكتور فلا تكستور تاعنا هالله تبدأو تخلطو بهذا الشكل هاده حتى يعني كل شيء يدخل مع بعضه النبات العقلي لانها اسم لانه لانه في مراتك نباتيو مراتك لانه في مراتك انه في المراتك هل تبعوا مليحة من الحلو الأول تشوفوا مجرد السكر دكتور يقومون بشكل طريليس يجب أن تضربوا بشكل طريليس لكن من بعد تقومون بشكل طريليس سوف تسجيل من السكر يقومون بشكل طريليس يجب أن تضربوا بهذا الشكل حتى تسجيل تكستور ما شاء الله لم يأخذ كثير من الوقت كثير من الوقت لا يأخذ نحن نعمل نحن نعمل معكم نحن نعمل بشكل طريليس بشكل طريلي نحن نأخذ بشكل طريلي نحن نحرك و ندخل كل شيء نحن نضرب حتى تسجيل هيا نحن نذكر بشكل طريلي نضرب الفارينة بعد نحن نجلب نحن نشيح الهاتف ونظر الهاتف ونأتي نشيح باستخدام هذا الشكل الجبن نشاهد حتى ترون حتى ترون هذه الأكبر هم يحضر المميزة يجب ان يكون النبي انظر كيف تظهر نحن ده الملمونة في هذا الشكل نتعود لك نضع مثل الابارة نضع ميزة نضع ونضع بسم الله يدفع من جهاز كما يريدون الاسبار ن beautifully تخدموه تضيفون الاسبار انتبقوا في هكذا. هناك في المنزل الأطبام يجب أن يكبرون من المنزل. لأنه ينبقوا فيها ومن ثم يجب أن يجب المنزل الى تقديم من البعض. هناك في شخص الأوضاء. انتبقوا في هذه الحجم الزائف. نأخذ 1 مواتي بهذا الشكل الهدايا ونخلوه 1 دوزيام مواتي نجيبوه ديراكتومن باش نبدو او او انا راكلات ولا ونبدو وندخلو في هاد نبعوه مليح كي يخرج لكم روعة يجبوه او او نبعوه نضيفه اللي حبيبات اللي بقاوا لنا نضيفه بهذا الشكل ومعادتيك نغلقو عليها مباشرة هنا سوف تجعله يجبون هاد وحبيبات هادوما وحببهم بهذا الشكل هاد لأنه من بعد كي بدأو يطيبو تقصيرهم لا شالر يفون سيرا مولير بلوس يعني زيدو يطراو كتر ومن بعد كالا ديكوب رح ينشوفو كيعني ما شاء الله نضيف ملح و ايضا نضيف ملح او نوعية التفاح لا تتهم ما يهم هو كيف تقطعها و تكون الداخل الفرن يطيب و تقصها سخانة هذه هي المهمة في هذه التحليا يجب أن تبقى نضيف ملح الهناية القطعة نكملها بهذا الشكل ما شاء الله هاد لوقاتو هاد ستقوني ما راكم شرايحين تندمو عليه بإدن الله ستجربوه ما ياخد لكمش الوقت بزاف قوت لكم ما ياخد لكمش كتير التكنيك بازيك متاع الخدمة نك تخدموه ويعني ما شاء الله هالا والخرانية والله زيدو تمشوها بهات الشكل حتى تغلقو على قع لوقاتو بتاعكم بهات الكيفية هادية هالا نغلقو عليهم مليح ونمشيوه بهات الكيفية هادية هالا اللي طالب هات الشكل تو جوق كيتكون لو تمشو فيه بيانسير وزيقاليزي تريز امبرطن بهات الكيفية هادية هنا يتاخدو مية وتسعين دراجة عابب بري انتاع النار لداخل الفون بينسير لوفور دوات اتر بري شوفي تريز امبرطن يكون بري شوفي تاخدوه بهات الشكل هادا يا شوفوا الافانتاع وكيفاش يخرج ونسيتم اقول لكم دائما هاد الوسم التاعنا المولامونكي تشميزيوه ووش معناها؟ تبريوه دلولو شوية مادة داسيمال زيدو تفارينيوه شوية باش هادا يريح ما شاء الله وشايد روح ناخدوه ديركتوه الفورن تاعنا نشعلوه قولنا على مية وتسعين من بعد نزيدوه عشرة دراجات فلافا على فا نزيدوه عشرة دراجات نجول هنا ناخدوه الباستات تاعنا بسم الله نشعلو الفورن حاجة اللولانية لازم يكون المرميطات تاعنا شايدة مليح ما شاء الله ناخدوه الفورن اللي عالي بزافقاء ونشعلوها نديرو المادة الداسيمال اللي هي زيت الزيتون سي نورمال والله ونخليوها تسخن بيان كوميل فورن لازم تسخن بيان كوميل فورن نجدوه دائما اللي هنا ينجيبو المعطيرات نحطوهم دكوتي باش نستعملوهم ونخدمو بيان خمسة سنينات انتاع التوم نجيبوه الهناية نجيبوه. احنا في الوصفة ما تحتاجوش الباصل تحتاجو غير التوم. ضوك ناخدو الهنا الكرازر تاع اللاي تاعنا. لانو نورا بزوان كواللاي يعني يهبط في الوسمو يكون معاء مباشرة مع معاء السلسة. خيرو حبيبات شابين كبار. نحطوهم بهات الشكل هادا يعني كرازيوه بالحباب ينشر. تحتاجو قلنا حتى الخمسة حبيبات. كيكونو شابينه لانو القودولاي اللي طريز امبورتان في الوصفة هادية. ضوك الناس اللي زادة بتنتا عالبادنجال. انا نعطوكم بلوزير زيدي عالبادنجال لانو الوقت تاعو. ضوك هنا يا ادوي نح يبدأ خاصة فصل الرابع و اواخر فصل الرابع وقع فصل الصيف. على كل حال احنا انا نهضرو على دي برو دويلير انا نوجدوهم اليوم كل العام. لكن انا نستفادو منه بزاف ويكون يعني طبيعي ما يكون في البويوت البلاستيكية هو هاد الوقت هدايا وروح يعني حتى ادخل تسخانة مليح. ضاير يعطوهم لليجوم جو صلي هو البدنجال يعني كاين بزاف دي لجوم اللي يكونوا في هاد الالا بريود. ناخدو اللي هنا دي لكتومون طوم تعنا كي ما راه هيك ناخدوه زوج ورقات تعرند. وناخدو شوية تعز عطرة. ناخدوها بهذا الشكل دي لكتومون نعطرو دي لكتومون لهنا زيت الزيتون انتعنا. تبعوا لي نعطروه دي لكتومون الزيت زيتون انتعنا. قبل ما نحطوه للطومات التعناق قبل ما نسيزوني وقبل مواله. نحطروه زيت الزيتون التعناق اللي هي يسخن شوية بيانسور. نبدأوا التوم نمشو فيها بهذا الشكل حتى غير تبدأت تاخدوها تاخد الكولور. ستريز امبورتن. غير تبدأت تاخد الكولور تحتها. هنا ناخدو اللحم المفروم. ناخدو اللحم المفروم نحطوه بهذا الشكل هدايا. ونبدأو نفتحو فيه. ونيت يديزون بهذا الشكل هدايا. باش ما يديلكمش كوائرات كوائرات. ناخدو اللحم المفروم بتاعنا ونبدأو نفتحو فيه بهذا الشكل هدايا. ونخليه وهي طيب بعقله. طريز امبورتن لطاب هادية. لانها هادية رح تعطينا لشيك. وهنا ما نحتاجوش اننا نحن نعملو وكاننا نعملو سلسة البولونياز رح تكون مختلفة طريقة البداية للصالصة لنا. سوف نضع السوائل القبل وهي صالصة الطماطم. كي تبدأ بطيب صالصة الطماطم. نرمو اللحم. هنا مغير الحالة. هنا هنا بزوان دو سك. نعملو مثل الكوائرات. ونستخدم الانجردية. يلقي نجيما جيدة بروس نجيما. ما كنتين نحقوها ومتصلنا بالصالصة بالعكس. ما كنتين يجعلنا قد يجعلنا بالصالصة على الوث المتحة. ها ها نبدأ ونخلطها بذلك الشكل هدايا. هااه ما شاء الله. تضربوا هكذا باش تخليوا لافيوند متعكم ما تديرش لبول يعني ما ما تتجمعش ناخدوا الملح نحطو شوية فلفل اسود ايضا بياشير بسم الله اخذو شوية تاع البابخيكا تريز امبورتون ونمشيوهم بهذا الكيفية هادية هنا يا خوتي انا ببزوان يهربنا المان تاع اللحم المفروم تاع تاع الدجاج خاصة وانا انا على بنا بلك اللحم المفروم تاع الدجاج يتلق المان تاعو حتى انا من نبزوان مهد الماء يعني يلون بلاس امبورتين يساوي يجب ان يشد بلاس ايطا الفون ويشدنا ملحة في طبق سلسط الطماطم كثيرا الأمر في الطماطيم يمنعنا هذا الطماطم فقط اخفر العشان اضع اضغط 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 نتخذ اضغط ساخن وحوالي أندومي تحتاجه قاعدة في صلصة طماطم أببري في أربع حبات طماطم تحتاج إلى ريكلة تعلمة خاصة تنوي تحتاج إلى تطماطم المصبرة وعندما تقومون تستطيع أن تحبطوا أكثر من أجل لكي تتمكن لتشد واتقل وعطيكم أفضل نبدأ بحرق كما يحب الخاطر هنا نأخذ المنتع بعد أن نضع ساخن أببري 36 دقري يحكم 37 درجة ملح نضيفه ونضيفه في الصلصة تعنا بهذا الشكل هذا نأخذ كوية متاع الماكلة نأخذ الطماطم ونضيفه مباشرة ونضيفه نضيفه ونضيفه لكي تستميل تحضر الملح الملح تقدم لا تفضل أخذ البدنجال تأخذوا البادنجل اللي كنت قليته وتحطوه غير بشوية هكذا داخل الصلصة التاعكم بوك عندكم اللهناية البادنجل واللحم الدجاج المفروم نأخذوا اللهناية كوية ونبدأوا نحركوا في الزيزينجريديون تاعنا ونحطوهم بهذا الشكل هدا هنا هنا في نيلة سوس تاعنا وش نديرو نأخذوه ديركترمو لغلاق ونغلقو عليها نجو مباشرة إلى الوصفة التالتة تاعنا واللي هي مقلة البادنجل المشوي أو المشوية بادنجل أو طبق المشوية بالبادنجل هنا تحتاجوا الشرط الوحيد اللي لازم يكون عندكم انكم كل المقادير بتاعكم راكم رايحين تخدموهم هلو نجيبوهم الهناية كل مقادير تاعكم نجيبوهم باش نخدمو بهم يكونوا مشوية باش نديرو الوصفة التالتة نعطوكم فاصل ونعود نقولوليكم لا طبق المات التاعنا كي ما راكم تشوفو فيها تكون مشوية نحولها يسهل عليكم انكم تنحولها القشرة التاحة بهذا الشكل حتى ولا بقات فيها شوية قشرة مشوية تكون هداك هو الشرط نحن نخلو توجو هاد الكمية هادية ما ننحوهاش ينقدروا ننحوها لكن ما ننحوهاش ونخلوها بهذا الشكل نعصروها لازم تعصروها وتيك رازيوها بيتكم هالا تجدو ننحو شوية هادو ما ليكونوا القشور ليكون وليكون شوية مشوية يخليوا ما راح شي اتر عليكم ستقوني وكوانطلال راح يعطيكم نكهة ما شاء الله هالا نحو نقشروها هنا يا ونعبزو توجو نعبزو نخرجو الماتحة ونعبزوها بهذا الشكل لازيطاليا كيكونوا يخدموا صلصة الطماط يمتحهم عمرهم متلقاهم يخدموها بالموس توجو سخاصة ليجي يعني تكون هاكدا طيبة ديجا وتكون بالقشرة تحولها ويكرازيوها بيدهم بالقشرة في الوقت يحتاجها او حدث ان يخسروا في الحطبة حيث تكونوا تخدموا يا رب لكن تكونوا تخدموا بهذا الشكل خاصة الطماطم سواء تكون مفورة أو طيبة في الفرن في الانسان يستطيعون تخدموا بيدكم بسرط ان تغسل يدك هذا ما كان الانسان يُخسرونه. خاصةً، حتى من هذه الأيام و هذه الأن سنة خاصةً مع هذه الأشهر الأخيرة يتحدث الكثير من الناس يتحدثون عن الانسان. يتحدثون عن بعض الانسان والانسان يتحدثون في أوروبا و في مضارب وحد أخرى يقول لك يجب أن يجب أن نقوم بإنسان. الحمد لله. نحن كنا من الأولين قال لكم أن نقوم بإنسان. غير مخصوص. وإنما سأدقاء لكي يريدون أن تكون إنه يجب أن تكون جدًا لكي يقوم بإنسان. نحن مخصوصاً لكي يتحدثوا. لذلك تُخدموا بيهتكم. لذلك تُغسلوا بيهتكم. نحن نحن الضوء في هذه الدنيا. نحن نتحدهم. أس كذلك نهار شته واحد. من يوم الربية سبحانه عز وجل بعث الإنسانية في الأرض من أبونا آدم علي السلام اليوم من هذا الناس سأتكلها بيدها أسوال أحدهمات يجب أن يجبون بيدها وعلى الاضحة ويجب أن يجب أن يأكله على عادة الأساس يجب أن يجب أن يجب ان يجب فيهم الناس يجب أن يجب أن يجب أن يجب ونحن حتى في الإسلام المسلمين لدينا عادة التقالية يجب أن نأكلهم بيدنا وربي صلى الله عليه وسلم قالوا أننا في الأكل هذه في الغمسة هذه الثلاثة هدومة باركة كبيرة لذلك يجب أن نقتده بالرسول عليه الصلاة والسلام لذلك هنا نضع مقلة تسخن هنا يجب أن تسخن المقلة نضع مقلة تسخن المقلة نضع زيت الزيتون بهذا الشكل التغميسة هذه ما شاء الله صدقوني ما راكم شرائحين تندموا عليها نضع طواماتنا باليد بهذا الشكل نضعها كما رايك نضعها هكذا ما لازمش نخدموها بزاف ناخدوها مباشرة ونحطوها ديلك تومو في المقلاء التعنا والله 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 وخلوها تتخلط الزيت مع الماء تعوسمو ما شاء الله نجو اللي هنا يا شوفوا التوم التعنا كي يكون مشوي كيفاش يولي دوك ناخدوه بهذا الشكل هدايا كي ما راهوك اللي هنا تشوفوه نجيبوه المهرس ناخدوه نحطوه اللي هنا يا ديلكترمن تبعو مليح هنا يا نديرو الملح هنا ناخدوه الملح ناخدوه شوية ملح ناخدوه فلفل اسود تبعو مليح ناخدوه ناخدوه كيف يتم تساعد هذه المزيوه إذا سوف نقوم بلد مزيوه نضع المزيوه نضع المزيوه نضع المزيوه نأخذ ملاعق سيطران سيطران يستطيع ملاعق سيطران سيطران ملاعق سيطران ننطع أولا فقط خادئ تفضل سيطران ملابس سيطران سيطران ملابس نحن نتعلم البصلات نضعها بخطاء الكيفية فنلتح هذه البصلات كما راهيك هكذا نضعها من مرسو 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 المهم تكون بخطاء الكيفية هدية لا خوف على هذه البصلة التعنى تجعل الجهة المحروقة التي كانت قرية تفتحوها بشكل طائب يكون طائب يكون طائب ليس كما يكون خضر في اليد تقطعوه بهذا الشكل كما تقلقوه بهذا الشكل تضعوه لداخل المقلاء ما شاء الله هذه الوصفة ننصحكم انكم تستعملوها خاصة في الصيف في الصيف والله ما شاء الله هنا تبعو مليح نجيبو انكوير ونديرو حوالي زوج ملاعق تاع الطاحينة هنا نحتاجو الطاحينة نأخذ هذا ملعقة والله الله ونزيدو الثانية كاين بزاف اللي يقول لك نحطها آلافة ناية تقدروا تحطوها آلافة فشي لازم تطيبو بيها احنا راحين طيبو بيها الوصفة التعنى تقول هكذا لكن انتوما تقدروا تخلوها للاخر وتزيدوها وتطفيو النار مباشرة عليها احنا احنا دي مونمو قدرناها في الولي اننا راحين نخدمو من بعد يعني بالبيد نختموها بالبيد ونبدأوا نقطعوه بهات الشكل البادنجال يتقطع ما لازمش يكون ميكرازي كيمال مشوية ولا كونترال تحسوا به في الفم كتكونوا تقطعوا فيها يعني ولا كتكونوا تتناولوها تحسوا بلا تكستير البادنجال في الفم وهذا هو المبتغات كائن لا يوجد كائن يعني تكون كائنة تتناولوها في هذه الوصفة هادية ما شاء الله انا ننصحكم انكم يعني تستعملوها والله العالي العادي ماكم راحين تندموه ما تستقاملكمش هايك شغول كيمياء مقبيلة كما حبيتوها طابق كما راهك هادا توكل اربعة الى خمس اشخاص انكم ننصحكم انكم تتناولوها وتستعملوها سلاكة المحان هاد 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 الكيفية هادية والله ناخدو البادنجال تعنا نعودو تحت البادنجال هاكم شوفوا كي نقيناه وخلينا لدوك شوية وانكاين الحريق يسي فولو علاش باش تخليلكم توجوغ لقودة فمي لداخل الوسمو التاعكم داخل الوكلاء التاعكم كما راهيك هادا شوفوا كيفاش ما شاء الله تبعو مليح تبعو مليح هلا هنا نجيبو شوية جوت سيطنن نحطوه بهاد شكل هادا لا الله تتحق سيطنن تحب سيطنن خلاصة كي تديرو لها طاحينة ونزيدو لها شوية زيت الزيتون هلا الله وهنايا ناخدو شوية تاع الزعيطنة تحب زعيطنة بزاف البادنجال ونديرو لها شوية زعيطنة ها قدام الفوقة تقدروا ما تديرو زعيطنة تقدروا تديرو الزعتر تاني يمشي معاها مليح ما شاء الله وتخليوها بهاد الشكل ها الله ها الله تقومي براكم شراحين تنجمو على هادلغة تاتوي ها الله هناك تشوفوها خلاص لكم الماء شوية تعوسمو فوفو في رون بلاسي يعني تاخدو شوية تعماء سخون أشي بزاف حوالي من بانسكاس ها الله كل هاكده حطو سخون ولا بارد ما يهمش جو سمتيب بارك باش تطلعو تعودو تطلعو بارك لاصوس تعاكم تقدروا ما تزيدوش كل واحد وكيفاش لانا في الاخير حتى هاد المهدايا راح غير يفا يعني يتلق بارك لزينجريديون اللي عندنا كيما راكم تشوفو هاكده من بعد راكم راح ينزيدو تديرو البيض بانك الحالة راح يتعقد كيما يحب الخاطر والله ها الله نعاود نولي الهنايا ها شوفو الله الله كيفاش ولات الصلصة التاعي ما شاء الله صدقوني ما شاء الله هنايا مباشرة تأخذوا لباتي تاوعكم ولا لسباقيت تاوعكم كما راكم تشوفو فيهم وتبدأوا تحطو فيهم دوسما تأخذوا بارتي وتمشوها مع الصلصة التاعنا ونخلوها كل حاجة تدخل مع بعضها شوفو الله الله تبدأ وتحركوها وتمشيو فيها بهذا الشكل هذا كي تدخلو لبرمير بارتي تاع لسباقيت تاعكم تزيدو لدوزيان بارتي بارتي تفتحوا الاسباقيت بعد ما كنتوا خدمتوهم وحطيتوهم يعني يبردو وقاعدوا تدخلو لهم شوية زيت ألافا باش هكذا ما يلسقوش كي قعد فيهم شوية انتع سخانة باش هكذا ما شاء الله وتبدأوا تدخلو في هكذا مع بعض تجور مانيويل مغرفة وفرشيطة وتبدأوا تدورو في الانغريديون انتع بهذا الشكل هذا تخدموه يتكون ما تحبش تقعدوا نعودو نغلقو عليها هنايا نزيدو لها مدة زمنية قسيرة ونطفيو عليها نجول لهنايا ناخدوه على دور ونطاق نطيقوها ونطفيوه نطفيوه حالا بهذا الشكل ينبقى دور ونطفيوه بدون ضرب ونطفيوه اه اه رائعا اه نحن شاهدوا كيف ستبدأ بالله ماشاء الله ناخدوه سوف نأخذ البيت هنا تقدروا البيت تقدروا تزيدوا له شوية قارس كم تقدروا تخليوه هكذا كان مدابية نزيد له شوية قارس شغول عقدة تقليدية حنا عندنا في الجزائر اللي نستعملوها بزاف والاكنا نأخذوا الهناية شوية تاع المعدنوس بيانسور يفو صالي توجر تعطيوا النكهة للوسموت نأخذوا شوية ملح نتخليوه شناتر راح يعطيكم مداب مشي مريح بزاف دونك احي كما نقولوا حنايا شوية فلفل لكحل ونجيبو ابر بري ان سيطرن مبريسيوه بهذا الشكل ونحطوه الهنايا نأخذوا ديراكتور من سواء فرشيطة ولا انفوي نباطيوه بهذا الكيفية هادية الله الله ونجيبوها نحطوها مباشرة بهذا الكيفية هادية من فوقها مباشرة هنا نغلقو عليها ونخلوها بعقلها تاخد رحو نشوفوه لوقاتو التعنا الله 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 لوقاتو التعنا ما شاء الله نخليوه هزيدولو شوية برك ونطفوه لو ديراكتور من ونقدموه لكم تشوفو كيفاش يخرج ما شاء الله وانك هنايا توجو كتكونوا تخدموا في المقلة هادية وفي الوصفة هادية دائما دخلو شوية هاقدر البيت بهذا الكيفية هادية ودائما مغلق باش البيت كي طيب من فوقها يطيب لي جارمون شغل مروب شغل مروب وانتوما يا ناس الخير فاصل ونواصل المعقودة بالبيت الله الله وشوفو كيفاش شوية زيت زيتون اللي راهوك يبريي من فوقها بنا هادية ما شاء الله هادي شوفو تاع بحر تاع بيكنيك تاع كومبينك تاع دار انتاع تحمر لكم وجهكم ايضا كي جوكم دياف تحطوها كميات تخدوها والله ما تندمو عندكم الباستا ايضا فلافان قطعناها شوية الموتزاري اللي قطعناها امتي دي وهنايا لبيدينغ قطعنا اللي رانا خادمينه بلابهم هنا لازم تخلي وهي برد شوية كيفوتي برد شوية تبدو تقطعو في وصف سمانش فروة ولا تقدروا تاكلوه فشتاتياد ولا كان في زمان الصيف تقدروا تاكلو فروة مع اون بول دو غلاس ما شاء الله هنا كي تقطعو راح نتلقاوه شغول مفايتي لفل هادوك تتفاحات هادوك راح نعطوكم شغول سي امفايتي هنا نجيبو شوية تاع سكر غلاس الافا سي ام غاتو اللي حب لسكر غلاس بهذا الشكل تقدروا تديروه ايضا الناس اللي حبوا يديروه ليجولي ولا تقدروا تديروه لجولي نحن نديروه يعني نخليوه اليطا يعني نجيبو شوية تاع دي زماند هاكدام الفوقة نحطوهم حاجة خفيفة ضريفة وما تاخد لكم ش الوقت وعكم شتو كيفاش دونك تقدروا اونلو بريباران تريحو مع ضيافكم ولا لدراري ولا اونلو بريباران تقدروا يعني ديرو حاجة احد اخرى وتخليوه هي طيب بعقله دونك هادوه هم الوصافات التعلى جامريبيان تعودوا تسيوهم لانه راح ينفيدوكم كتير كتير في حياتكم اليومية ان شاء الله يعني سي دي زيدي نعطوكم دي زيدي تقدروا تزيدو حاجة وتنقصو حاجة الكوزينة عمرها مكانة علم دقيق ما بقى لي غير نقولكم يعطيكم الف انصحات يكتو في معانا في قناة النهار تي في ان شاء الله يا ارحم الراحمين عيطوا ما حكمونا شنقولوا لهم معليش المهم والاهم مثل ثلاثة الاربعة احنا رانا عندكم في الدار كل المرضى الجزائريين اربي يجيب لكم شفاء العاجل كل امهات الجزائريات اربي يحفظكم ان شاء الله اللي يحيين يحفظكم لوليداتكم واللي ما تقولوا لهم اربي يرحمكم كل الامهات سلامي الحار 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 الى كل الناس اللي يراهم في مراكز العجازة ولا مراكز الشيخ وخاقو لكم مربي يحفظكم ان شاء الله وندعي من هذا المنبر ان الجزائر يصادقون على قانون اللي حط والديه في ضال العجازة يضربوه بتلت سنين ان شاء الله يا رب العالمين يطبق هذا القانون هكذا ما نزيدوش نشوفه امهاتنا وابائنا في هاد المراكز ربي يحفظكم ونشكره شكر الجزيل ايضا لكل عمال اللي يخدموا في هاد المراكز هاد المال اللي قايمين بماتنا وباتنا ربي يحفظكم ان شاء الله وربي يطول في عمركم كل الجزائريين في ديال غربة ربي يردكم سالمين غالمين للوطن كل المرضى ربي يجيب لكم شفاء العاجل الحاجة ما تنساش دعينا بالخير تحية الجزائر سلام